موسيقى أصعد الله أوقاتكم مشاهدين ومتابعي برنامج صحافة اليوم أينما كنتم وجولة في أهم الصحف الصادرة لهذا اليوم والبداية من العنوين القدس العربية النظام السوري يطلق سراحة أربع عشر تساجين ومن السياسة الكويتية هل ستكون الرصاصة المقبلة في رأس سيد القصر الجمهورية ومن اليوم السعودية هل سيجبر الفلسطينيون على إشعال انتفاضة ثالثة نبدأ من صحيفة القدس العربي وما جاء على صفحتها الرئيسة حيث أفرج النظام السوري عن أربع عشرة امرأة من المعتقلات في سجون النظام إذ وردت أسماءهن على لائحة التبادل مع المخطفين اللبنانيين التسعة وقالت الناشطة سيمة نصار التي تتابع عن كثب ملف المعتقلين في السجون السورية لوكالة فرانس بريس تم الإفراج عن ثمان واربعين معتقلة كدفعة أولى لائحة تضم أسماء مئة وثمان وعشرين امرأة وتشكل جزءا من صفقة تم توصل إليها نتيجة مفاوضات شاركت فيها تركيا وقطر ولبنان وأوضحت نصار أن بين اللواتي أفرج عنهن ميرفت الحموي وهي مريضة بالسرطان وهذا ثالث اعتقال لها وقالت مصادر من المعارضة السورية للقدس العربية إن الصفقة تشمل إطلاق أكثر من مئة وثلاثين من المعتقلات السوريات في سجون النظام وإن عملية الإفراج عنهن تتم منذ أسابيع إلا أن النظام يحاول التعتيم عليها حتى لا يتضح ما قدم من تنازلات وأضافت المصادر ذاتها للقدس العربية أن الطيران التركيين الذين أفرج عنهما لم يكونا ضمن الصفقة بل أطلق سراحهما عن طريق صفقة أخرى وبموجبها أفرج الأسبوع الماضي عن تسع لبنانيين شيعة احتجزهم لواء عاصفة الشمال الذي يقاتل النظام في شمال سوريا وأكدت نصار أن كل المعتقلات اللواتي أفرج عنهن هنا من الناشطات السلميات ولمبررة لاعتقالهن حدود اللعبة في سوريا تحت هذا العنوان كتب طارق أمساروة مقالة نشرت في صحيفة الرأي الأردنية وتناول فيها الكاتب ما وصلت إليه الأزمة السورية خصوصا بعد تدخل بعض الدول العظمى وتأثير ذلك على مجرية الثورة لا يمكن اعتبار تصريحات النظام السورية هي المواقف النهائية من جنيف اثنين لأن السوريين لم يعودوا يملكون مصير وطنهم بعد أن أصبح المصير في يد القوى الإقليمية والدولية وثانيا لأن التصريحات ليست أكثر من مناورات كلامية أي أن كلام الأسد في مقابلة الميادين لا علاقة له بالحوار مع معارضيه السوريين قبل البدء بالحوار الأصلية وأن كلام أحمد الجربة ليس مطالب نهائية وإنما يستهدف الاثنان آذان جماعاتيهما لا أكثر الواضح حتى الآن أن واشنطن مستمرة في سيناريوهات التوافق مع موسكو فلا أحد يملك التأثير على أي من العاصمتين والسيناريوهات كما هو واضح أولها سوري داخلية بإبقاء التوازنات على أرض الصراع دون تغيير يذكر مع ملاحظة أن حالة التفاؤل التي يبيعها الأسد هي حالة موهومة لأن انتصارات أحياء كفر بطن ودارية لا تشكل أي تقدم لنظام غير قابل للحياة ولعل من المثير للضحك هذا الذي حاول الأسد بيعه باستعداده للترشع في العام المقبل فلم يسأله بن جدو المدهوش بالرئيس فيما إذا كان ستة ملايين ناخب سينتخبون من الزعتر ومن زواريب المدن اللبنانية ومن مئات ألاف المشردين أسئلة كثيرة لابد من طرحها قبل متابعة المناورات الكلمية لبشار وأحمد الجربة وسجلات الفضائيات العربية التي تسلي ملايين العرب فالملاحظ أن قضايا الوطن المصرية صارت بأيد الإعلام وحملة الرشاشات وأصحاب المال في حين غاب القادة والمفكرون وأهل العزم عن الساحة سياسة الإغتيالات أصبحت سمة من سمة النظام السوري حيث استخدم النظام تلك السياسة مع عدد كبير من الأشخاص المحسوبين عليها ستكون الرصاصة المقبلة في رأس سيد القصر الجمهورية تحت هذا العنوان كتب داود البصري مقاله الذي نشره في صحيفة السياسة الكويتية يمثل مصرع اللواء جامع جامع استمراراً لمسلسل طويل من التصفيات والاغتيالات الغامضة التي تدور ضمن أرويقة نظام ديكتاتورية هو من أبشع وأشد الأنظم غموضاً وخبرة في عمليات القتل والتصفية للأحباب الذين يتحولون خصوصاً بعد انتفاء الحاجة لهم وتحولهم عبءاً وحمولة ثقيلة على النظام الذي يضطر للتخلص منها في أول منعطف أو مصار حاد يواجه طريقه حدث ذلك مرات عديدة سواء في مقتل الضابط غازي كانعان في قلب وزارة الداخلية أو غيره من الضباط الذين تحملوا مسؤوليات أمنية رفيعة في لبنان وبما تضمنته من فواجع وفضائح اضطرت النظام لتفعيل ماكينتهم المفاوية والتخلص منهم وإزدال السطار بالكامل على الملفات الخطيرة التي ينؤون بحملها ومنها ملفات الاغتيال والتصفية الجسدية لزعماء لبنانيين كالشهيد الحريري مقتل جامع جامع وهو أحد المجرمين الفاعلين لن يكون سوى بداية واضحة لمسلسل طويل مقبل من الاغتيالات سأشمل قيادات أمنية تمتلك إدارة ملفات ساخنة من أمثال اللواء الاستخباري محمد خيربيك وهو مهندس العلاقة المحرمة والإرهابية مع نظام طهران وعملائه الإقليميين في لبنان والعراق وغيرهما من عتات إرهابي سلطة الموت البعثية الأسدية في دمشق رصاصة في الرأس ستكون الحاسمة في مصير نظام مجرم وعريق في إرهابها وهذه الرصاصة لا نستبعد أبدا أن تنطلق في رأس سيد القصر الجمهورية كل الخيارات ممكنة في نظام يسحف على بطنها نحو الجحيم إلى صحيفة الدستورة الأردنية ونقرأ فيها مقالة للكاتب غريب الرنتاوي بعنوان بلاءات الجربة الثلاثة تطرق فيه إلى طريقة تعاطي المعارضة السورية السياسية مع الملفات الحالية وبشكل عام الرؤية التي ينظر إليها القائمون على تلك المعارضة استحضر السيد أحمد العاصل جربة رئيس الإتلاف الوطني السوري لآت الخرطوم الثلاث للتعبير عن موقفه من النظام السوري لا صلحة لا تفاوض ولا اعتراف بهذا النظام ليبني على هذا الموقف شروط مشاركته في مؤتمر جنيف 2 والتي يمكن تلخيصها بتنحي الأسد وخروجه من مستقبل سوريا ولست أدري لماذا يظن الجربة بأن مصير لا آته الثلاثة سيكون مختلفا عن المصائر التي انتهت إليها لا آت قمة الخرطوم التي انقلبت جميعها إلى نعمات واندرجت مؤخرا في سياق نظرية التوسل والتسول فكرة جنيف 2 كما جنيف 1 تقوم على الاعتراف المتبادل والتفاوض المباشر وصولا إلى الصلح والمصالحة النظام يعترف بالمعارضة ويقر باستحالة اجتثافها والمعارضة تعترف بالنظام وتقر بتعذر إسقاطه فيما كان الجربة في لندن يردد بقوة لا آت الخرطوم كان نظيره في المجلس الوطني جورج صبرى يقود اعتصاما رمزيا أمام القنصلية الروسية في اسطنبول احتجاجا على الموقف الروسي الداعم للنظام المجرم مثل هذه المواقف المشهونة بالغضب تعكس إحساس المعارضة السورية بالخيبة والإحباط وبات مطلوبا منها اليوم أن تنضوي تحت لواء الحل السياسية إن كان هناك من ينبغي أن يلام على الحالة التي آلت إليها المعارضة السورية فهو المعارضة نفسها يؤسفنا أن نطمئن الجربة وصبرة بأنهما سيعترفان ويتفاوضان مع النظام وأن هذا الأمر سيحدث في وقت قريب فمفاتيح الأزمة السورية باتت اليوم في جيبي بوتين وأوباما لا في جيبهما ولا في جيوب حلفائهما الإقليميين نقرأ في العرب اللندونية للكاتب عمار ديوب مقالا تحت عنوان المعارضة تتفسخ والنظام يتوهم القوة تناول فيه ديوب التشتت في المعارضة في ظل غياب دعم دولي واضح للثوار معرجا على فشل النظام في تحقيق أي انتصار جديد على أرض المعاركة شكل الموقف الروسي والإيراني والميليشيات الطائفية أدى عمال النظام قوة تماسكه ومانع تفككه بينما شكل صراع القوة الداعمة للإتلاف الوطني وقوة عامل الخلل الفعلي في هشاشة المعارضة وتفككها فالمعارضة لعبت أسوأ الأدوار في إدارة الثورة لتنتهي بها المعركة إلى دور سلبي لا يمتلك أي مشروع أو رؤية مستقلة عن الخارج وبالتالي هذه المعارضة ضعيفة ورديئة ولا تملك أي برنامج وهو ما يسهل عملية الصيدرة عليها من الخارج ويقوّل جماعات الجهادية كثيرا وطبعا يستفيد نظام من كل ذلك حيث الكتائب فاقدة للبوصلة ولا تعلم ماذا تفعل وبالتالي تفقد مناطق جديدة الإخوان قاتلوا جنيب وبقية أطراف المعارضة أكثر من النظام والهيئة تقاتل الائتلاف أكثر من النظام والائتلاف كذلك لا يرى بقية القوى السياسية ويطلب الرحمة من الغرب ويشعر بالخذلان ودخل بدوامة التفتت الداخلي ولكن قدرة النظام على الاستفادة من تفسخ المعارضة ليست كبيرة فهو لن يستطيع استرجاع أماكن كثيرة والمعارضة لن تستطيع حسم المعركة ولن تتجاوز مشكلتها أبدا وبالتالي ما الحل؟ وكذلك هل من حل؟ حل لا حل في سوريا اتخذ الكاتب فولكر بيرتز هذا عنوانا لمقاله الذي نشر في صحيفة العرب القطرية وصلت الضوء من خلاله على تبعات الخطة الروسية الأمريكية لتفكيك الترسنة الكيموية إن الخطة الروسية الأمريكية لإزالة الأسلحة الكيموية السورية قد تفتح مجالا أكثر إيجابية لإنهاء الأزمة في البلاد لأن مجلس الأمن يطالب أيضا بعقد مؤتمر جنيف الثاني الذي طال التخطيط له فمن الناحية العملية لا يمكن تنفيذ الجهود الرامية إلى التحقيق من المخزون الضخم من الأسلحة الكيموية لدى سوريا وتأمينها ثم تدميرها في نهاية المطاف من دون التوصل على الأقل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ومن المؤكد أن أسباب التشاؤم عديدة بشأن استعداد الأطراف في سوريا للانخراط في مفاوضات جادة والحق أن لا أحدا لروسيا ولا أمريكا ولا إيران أو غير ذلك من الرعاة الخارجيين يستطيع أن يضمن نجاح مؤتمر جنيف الثاني ولكن كل هذه الأطراف قادرة على تحسين شروط التفاوض من خلال إرسال نفس الإشارة إلى كل الأطراف السورية وبالتالي فيتعين على روسيا وإيران إبلاغ الأسد أنهما لن تدعم جهوده الساعية إلى تحقيق نصر عسكرية وينبغي للولايات المتحدة وتركيا وغيرها لأن تبلغ الإتلاف الوطني السوري بأنه لن يفوز في ساحة المعركة ولابد أن تكون الرسالة إلى كل هذه المجموعات متسقة سوف نستمر في دعمكم سياسيا وماليا وفي المفاوضات مع النظام السوري ولكننا لن ندعم أي حل عسكري بعد الآن وهذا مشانه أن يعمل كحافز قوي لدفع جميع الأطراف إلى الذهاب إلى مؤتمر جنيف فلن تبدأ الأطراف المتحاربة التفاوض الجاد إلا إذا أيقنت أن البدائل الأخرى أصبحت مستحيلة نقرأ من الحياة اللندونية مقالا لزهير قصيباتي تناول فيه الوضع السوري بشكل عام على تركيزه على اللقاء الآخير لرئيس النظام بشار الأسد وحظوظ المعارضة في استعادة مركزها على الأرض في ظل ضبابية عقادي جنيف 2 كان واضحا منذ وقت مبكر أن النظام في دمشق سيحاول الاستثمار في شهادة حسن التعاون التي تمنحه إياها أطراف دولية في ملف تدمير ترسانته الكيموية وهو يستثمرها بالتأكيد في محو كارثة الهجوم الكيموي على الغوطى واستعادة معنوياته لتدمير ما تبقى من تماسك في صفوف المقاتلين المعارضين ليطرح السؤال عن من يمثل المعارضة في مؤتمر جنيف 2 حديث بشار الأسد عن عدم وجود ما يحول دون ترشحه للرئاسة مجددا العام المقبل عزز هواجس المعارضين إزاء احتمالات بيع العواصم الكبرى للثورة بهذا التصور يترك النظام ليستعيد هيمنته على الداخل ويقدم المزيد من المناطق التي سقطت في قبضة الثوار وبهذا التصور أيضا تترك المعارضة لمصيرها بين فكي نظام لا يأبه لثمن القتال وكتائب إسلامية مدججة بأسلحة التطرف والتكفير وتأليب كل الأقليات على الثورة أو ما يبقى منها يستمر القتل في سوريا ولكن بالنية الحسنة لدى الإبراهيم وكيري وحتى لدى زعيم الكريملين فلاديمير بوتين المتفائل بنجاح في التحضير لجنيف 2 ولمناقشة أبرز ما ورد في الصحف الصادرة اليوم ينضم إلينا هنا في الستوديو الكاتب الصحفي إسلام وبوشكير أهلا بك معنا في صحفة اليوم بداية كيف تقرأ لاءات المعارضة ولاءات النظام في حضور مؤتمر جنيف 2 وماذا استجابة المجتمع الدولي لهذه اللاءات كونها متعارضة بعدها البعض الآن طبعا لا جديد في الموضوع هذا التجاذب ما بين النظام من جهة وما بين المعارضة من جهة أخرى هذا التجاذب يمكن تلمسه منذ الأيام الأولى للثورة نحن أمام صراع بين الطرفين وهو صراع الحقيقة صراع يقوم على الوجود من أجل وجود كلهم لا يمكن وصلنا إلى قناعي لأنه لا يمكن التوفيق بين رغبات النظام من جهة ورغبات الشعب من جهة أخرى لذلك عندما تطرح المعارضة على سبيل المثال عندما تطرح لاءاتها هذه كما جاءت على لسان السيد أحمد الجربة هذه اللاءات يعني تعبر عنها بصياغة لغوية معينة لكن على أرض الواقع نحن أيضا نتحدث عن رغبات للشعب السوري في أن يتخلص من عهود طويلة من الاستبداد ومن القمى ومن العزلة أيضا ومن التهميش نحن بحاجة إلى سوريا جديدة يساعد في هذا الشعب دوره يساعد في إرادته وحرية وكرامته إذا كانت هذه اللاءات قد طرحت بهذا الشكل فلأنها في الحقيقة تعبر يعني في النهاية تعبر عن إرادة الشعب السوري طالما المجتمع الدولي متحمس لمؤتمر جنيف 2 هل برأيك هناك طرف معين يستطيع وضع ضمانات لنجاح هذا المؤتمر؟ الآن نحن عندما ننظر إلى مؤتمر جنيف مؤتمر جنيف لم ينعقد حتى الآن بل حتى الآن لم يتم حسم فيما إذا كان سينعقد أم لا وإذا كان سينعقد في أي موعد بالضبط الأمور ما زالت في طول الأخذ والرد وما زالت في طول البحث والنقاش والجدل على أي حال من السابق لأوانه القول أن هذا المؤتمر سيتمخذ عن نتائج من شأنها أن تخرج الأزمة من أنقد الزجاجة طالما أننا لا نتلمس منهجا واضحا أو رؤية واضحة حتى الآن الجميع لا يملكون تصورا عما يمكن أن يحدث في جنيف 2 بكل الأحوال جنيف 2 هي فرصة في تقديري فرصة للسوريين لكي يثبتوا من جهة أنهم متمسكون بحقهم في استعادة بلدهم ومن جهة أخرى لكي يثبتوا أنهم سياسيون أيضا وقادرون على التفاوض حتى الآن نحن نلاحظ أن السياسة للأسف السياسة متأخرة عن السلاح عن الميدان الميدان الآن اللغة الوحيدة المسموعة حتى الآن هي لغة السلاح لغة العسكرة في حين أن السياسة تراجع دورها وكنا نحن نعول كثيرا على السياسيين في أن يقدموا حلا حقيقيا أو أن يقدموا مبادرة تحرج النظام وتحرج العالم أيضا نعم كيف برأيك تستطيع المعارضة استثمار المواقف الدولية عند الحديث على مؤتمر جونيف 2 وهل النظام استثمار ذلك أو تلك المواقف جيدا برأيك النظام مدؤوم من قبل قوى لها خبرة في هذا المجال مدؤوم من إيران ومن روسيا وربما حتى من بعض الأطراف الغربية هناك قوى ذات ثقل تدعم النظام ولذلك يبدو أنه سياسيا حتى الآن يبدو أنه أثبت وجودا أو كان قادرا على التأثير في حين أن المعارضة للأسف المعارضة أيضا تخلى عنها الجميع وهذا شيء لا بد من الإشارة إليه المعارضة غير مدؤومة بالطريقة الكافية المعارضة أيضا متروكة لوحدها في الساحة فضلا عن أيضا حالة الشقاق والخلاف التي لم تتمكن هذه المعارضة من الخروج منها لذلك نحن نقول أنه الآن في هذه المرحلة بالذات هي فرصة ذهبية أمام هذه المعارضة لتعيد تشكيل ذاتها ولتثبت قوتها وأيضا لتسعيد أو لتقنع العالم بأن له مصلحة مصلحة معها ومصلحة في إقصاء هذا النظام والتخلص منها يعني بالانتقال إلى موضوع التصفيات والاغتيالات يعني لو ربطنا ما يحدث في أروقة السياسة الدولية تجاه الأزمة السورية بالتصفيات التي تحدث الآن في جسم النظام السوري وتأثيرها على قدرة استمرارها من عدمها يعني هل باعتقادك المحرك الذي يشاغل النظام السوري وهل برأيك ستصل إليها سلسلة الاغتيالات التي الرأي العام يتحدث عنها الآن الآن النظام يعيش حالة صراع من أجل الاستمرار في الحياة هو الآن في حالة الإنعاش السريري في حالة موت سريري أو في غرفة الإنعاش وبحاجة إلى قوة غيبية ربما قوة خارقة لتخرجه من هذه الحالة مهدد النظام في كل لحظة سواء برأسه الأعلى ويمثله بشار الأسد أو في بقية القوى المحيطة به جميع رموز هذا النظام جميع أركان هذا النظام مهددون لا لأن هناك سرع أسكري فقط ولكن لأن هذا النظام ملفوض ومرفوض من قبل القاعدة الجماهيرية أي نظام لا يمكن أن يأمن على نفسه إذا كانت علاقته بالشعب علاقة متوترة علاقة صراع هذا النظام رفض أن يقيم حالة سلم وحالة مصالحة بينه وبين الشعب وبالتالي فرض على نفسي أن يعيش هذه العزلة وأن يعيش مهددا في حياتي في حياة عناصري في حياة أركاني مقتل جامع جامع هو حلقة في سلسلة طويلة سبقتها حلقات ومن المؤكد أنه ستليها حلقات أخرى ما لم يتم تطويق هذه الحالة والخروج بحلها حل يفضي بالتأكيد بزوال هذا النظام وبقيام نظام جديد يعني لو رأينا التحدث عن صفقة أعزاز يعني هل برأيك هذه الصفقة لها مؤشرات على الحراك السياسي الدولي وهل هذه الصفقة يعني مؤشر لصفقات قادمة ربما في المستقبل يعني أنا أريد أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن إحساس بالأسى تجاه الظروف التي أحاطت بهذه الصفقة من المؤسف أن الصفقة تمت في ظروف تخللتها الكثير من الأقاويل والإشاعات وحتى الآن حتى الأرقام المعتقلين الذين يفترض أن يطلق النظام السراحة وما زالت غامضة وغير ثابتة تخللتها أقاويل كثيرة في تقديري أن الجهة المعنية بهذا الأمر لم تكن شفافة تماما ولم تعبر عن الحقائق بطريقة واضحة وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها في تعاملنا مع جميع أو معظم القوى الفاعلة على الأرض كان يفترض بهذه القوى التي احتجزت اللبنانيين التسعة وأطلقت صراحهم أن تكون صريحة وواضحة وأن تعطي تفاصيل هذا من حق السوريين أن يعرفوا هناك الأمر مرتبط بمصير المئات من المعتقلين إذن كان من المفترض أن تكون هذه الصفقة أن تطرح على الساحة بحالة من الصراحة والشفافية والوضوح حوضا عن أن تترك الأمر للكثير من الأقاويل والإشاعات لذلك أظن أن هذه القوى فوتت على نفسها الكثير من المكاسب كان يمكن أن تخرج بها نعم ربما أطلق صراح عدد من المعتقلات لكن في النهاية أيضا هناك جزء من المصداقية وجزء من الشكوك أحاط بأداء هذه القوى للأسف الكاتب الصحفي إسلام أبوشكير أرجو أن تبقى معي لتعليق على ما جاء أيضا في بعض الصحف مشاهدين فصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من صحافة اليوم فابقوا معنا في حال الأسد أن يفلت دون أي عقاب مضيفا أنه بدلا من أن يشعر الأسد بالذعر جراء ما حدث نجده حاليا يبدو واثقا بنفسه وعلى مدار عقود وقبل انزلاق سوريا إلى الصراع الطائفي تعاون الغرب مع عائلة الأسد لأنه لم يكن هناك بذل لها وختم كافل مقالهم متسائلا تعاملنا مع الأسد في الماضي وإذا كان الهدف إنهاء نزيف الدماء المريع في سوريا فعلينا القيام بذلك مرة أخرى إلى صحيفة الغد الأردنية ومقال لكاتب ياسر أبو هلالة تحت عنوان حقائق تاريخية نسيها حلف بشار والمرشد نتابع بشار الأسد مدين ببقائه في موقعه للمرشد الأعلى في إيران ولولا الدعم الإيراني عسكريا وأمنيا واقتصاديا لكان وراء القطبان في المحكمة الجنائية الدولية والمنابل الإعلامية الإيرانية باللغتين العربية والإنجليزية هي التي تقاتل دونه ومن خلالها يمكن معرفة أخبار النظام ومواقفه أكثر من وسائل الإعلام السورية وقد استغلى بشار مقابلتيه الأخيرتين لمهاجمة الإخوان المسلمين ماضيا وحاضرا معتبرا أن حماس انحازت للإخوان وتخلت عن الصراع العربي الإسرائيلي وبمعزل عن المواقف السياسية الأخيرة عندما وفرت إيران دعما لحماس كانت تخدم مصالحها الاستراتيجية ومبادئ ثورتها تماما كما دعمت طالبان والقاعدة لمحاربة الأمريكيين في أفغانستان والعراق ودعمهما لحماس يخضع لحساب طائفي ولا يقارن بدعمهما لحزب الله ثم تحقائق أخرى لا يتسع لها مقال واحد لكن الحقيقة الأخيرة هنا هي أن كل نضالات حماس كانت ستنتهي لو أنها شاركت في جريمة الصمت على إراقة دماء السوريين كان مقاتلها سيتحولون إلى شبيحة مثل مقاتلي القيادة العامة المؤكد أن حماس حفظت لها مكانا في دمشق بعد أن يغادرها بشار إلى النهار اللبنانية ومقال الكاتب جهاد الزين عن دور الإعلام الغربية في إعاده صناعة إيران اللعبة حتى الآن تلعب أو يظهر أنها تلعب بشكل جيد على الضفتين الأمريكية والإيرانية الرئيس أوباما وفريقه المفاوض يتابعان الحوار روحاني يتابع الاعتدال يبدو أن الحوار يشق طريقه في أرض تملأها الحروب في الشرق الأوسط لكن كأي اختبار بين مصالح متضاربة ذاتية وموضوعية من الصعب التكاهن بنتائجه إن لم يكن من الطبيعي غلبة التشاؤم على التفاؤل فيه يختلف وصول حسن روحاني إلى رئاسة الجمهورية عن وصول خاتمي بأن روحاني يعبر انفتاحه عن قرار استراتيجي من النظام الإيراني تمليه مرحلة جديدة في تقييم حكام طهران لأمنهم القومي بينما وصول خاتمي تم في لحظة صراع بين جناحين في النظام لذلك الحوار حقيقي هذه المرة مع واشنطن من زاوية النظام الإيراني بمعزل عن النتائج وعي الاستراتيجيين الأمريكيين لهذه الحقيقة هو الذي يضعنا في مرحلة إعلامية جديدة في الغرب يمكن تسميتها إعادة صناعة إيران في الصحافة الغربية ومراكز الأبحاث سنتابع فصولها وعدة شغلها بشكل متصاعد وسيكون جزء أصيل من العدة ما هم الغربيون مهيئون لتثمينه وتبريره المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تارة تتعطل بسبب التعنت الإسرائيلي وتارة أخرى تتوقف بسبب ممارسات الاحتلال على الأرض من استطان وعتقالات تعصفية وغيرها هذه المعطيات لا تنذر سوى بانتفاضة ثالثة صحيفة اليوم السعودية تناولت هذا الموضوع في مقالها الافتتاحي نتابع في زحمة انشغال البلدان العربية بأوضاعها الداخلية بسبب التداعيات التي فرضتها نتائج الربيع العربية انتهزت إسرائيل ذلك فواصلت عربدتها بالأراضي المحتلة اجتياح للمدن والبلدات الفلسطينية واستمرار للمواجهات والاعتقالات بالضفة ومواصلة لحصار قطاع غزة وتوغل جيش الاحتلال فيها وعندما يتصدى الفلسطينيون بصدورهم العارية للاحتلال يواجهون بالرساس الحية ويجري توصيف مقاومة الشعب الأعزل بالإرهاب ذلك بالدقة هو ما ذكره بن يمين نتنياهو عن تصاعد النشاطات الإرهابية الفلسطينية بالأيام الأخيرة الحديث عن إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة أصبح مألوفا في الصحف الإسرائيلية فالمراسل العسكرية لصحيفة يدعوت أحرنوت أشار إلى أن رجال الأمن الإسرائيلية يبحثون عن أدلة على هبة شعبية بالضفة ويرجحوا آخرون مقاومة الفلسطينيين للاحتلال باعتباره نتاجا لضعف رضع قوات الأمن الفلسطينية وقد حذر الرئيس أبو مازل من أن استمرار الاحتداءات الإسرائيلية سيؤدي لفقدان السيطرة على الوضع لكن الرد الإسرائيلي على ذلك هو البزيد من التوغل لعمق الأراد المحتلة إن العجزة عن الدفع بمبادرات السلام إلى الأمام وتواصل آلة القمع الإسرائيلية في محاولة ترويع الفلسطينيين لم تؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين فمنذ بداية هذا العام بدأت مقدمات انتفاضة فلسطينية جديدة يبدو أن أرض السلام حبلة بنهوض شعبية يعيد الاعتبار لعروبة القدس ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فوق أراضيها ويلحق الهزيمة بالمشروع الصهيوني وليس علينا سوى الانتظار بالعودة إلى ضيفنا هنا في الستوديو الكاتب الصحفي إسلام أبو شكير أهلا بك من جديد يعني الغرب يقول أن الحوار مع الأسد أمر حتمي هل تتفق مع هذا الرأي هو ليس مهما ما الذي يقوله الغرب الغرب حتى الآن يصبح أن الأسد لم يعد رئيسا شرعيا فقد شرعيته وأنه لا مستقبل للأسد هذا من حيث التصريحات على السنة للمسؤولين لكن من حيث الواقع من حيث الممارسة نجد أن الأمر على نقيض ذلك تماما هناك تواصل مع الأسد هناك فرص يعطيها الغرب للأسد فرصة هو الفرصة وآخر هذه الفرصة التي لا يمكن تقبلها بأي معيار أخلاقي أو إنساني عندما تسبب الأسد بموت الآلاف من البشر خلال ساعات ومع ذلك أفلت من العقاب إذن يبدو لي أن الغرب إما أنه منافق في هذا الموضوع وإما أنه يبحث عن صيغة معينة يمكن أن يتخلص بها من الأسد ولكن دون خسائر كبيرة الحق به لأنه من المعلوم أن وجود الأسد حتى هذه اللحظة يؤمن للغرب بعض المصالح ويبدو أن الغرب لا يريد أن يفقد هذه المصالح يعني برأيك ما الذي يمكن أن تقدمه إيران للأسد في الفترة القادمة؟ الأسد لم يبق له في الواقع سوى إيران حلفائه الآخرون هم حلفاء انتهازيون في النهاية سقوط الأسد لا يعني سقوطهم في حين أن سقوط الأسد يعني سقوط إيران سقوط المشروع الإيراني إيران منذ عشرات السنوات وهي تغذي هذا النظام لكي يكون امتدادا مستقبريا أو قاعدة مستقبريا لتمدد هذا المشروع الطموح لإيران في امتلاك المنطقة والهيمنة عليها لذلك عندما تخسر إيران عندما تخسر سوريا ستخسر ذاتها تخسر مشروعها الذي أنفقت عليه الغالي لم تنفق عليه مالا فقط أنفقت عليه دما أيضا لذلك إيران مستعدة لأن تقدم كل شيء للنظام ولديها ما يمكن أن تقدمه فلا ومن هذا الباب نحن نؤكد أن التعامل مع الموضوع السوري يتعلق بالنظام السوري من جهة وبالجانب الإيراني من جهة أخرى لا يمكن أن نعزل مستقبل أو نتصور مستقبل هذا النظام بعيدا عن مستقبل إيران هل برأيك يجرى إعادة صناعة إيران في الغرب؟ أنا لا أظن أن إيران المسألة متوقفة عما إذا كانت إيران لديها الاستعداد لأن تغير جلدها وأن تعيد إنتاج ذاتها من جديد إيران لا أظن أن الأمر على هذا النحو ربما كان العالم يأمل في أن يقدم سياسة جديدة يحتوي إيران من خلالها هو تبع سياسة العقوبات وتبع سياسة الضغط والعزل والعقوبات الاقتصادية وغيرها وإيران ظلت مستمرة وما زالت تتقدم في مشروعها ربما كان العالم يفكر في اتباع منهج آخر طريقة التعامل مختلفة مع إيران طمعا في استيعابها لكن أن تتغير إيران تحت أي ظرف من الظروف هذا الأمر أظن أنه بعيد جدا نعم أين إسرائيل من سوريا وكيف ستتعامل مع البلف السوري إذا أجير الفلسطينيون على انتفاضة ثالثة فيما يتصل بإسرائيل من المعلوم وهذا الأمر أصبح واضحا أن إسرائيل كانت مطمئنة إلى وجود نظام الأسد عبر 40 عاما هذا النظام خدمها كثيرا أمن لها جبهة هادئة لم تكن تحلم بها لذلك الآن غياب الأسد عن الساحة ربما يعني يجبر إسرائيل على أن تعيد حساباتها ولذلك تبدو إسرائيل حذرة كثيرا في التعاطي مع خصوم الأسد في التعاطي مع أي سيناريو آخر محتمل تنقلب فيه الموازين وتتغير واجهة النظام إيران إسرائيل بالتأكيد قلقة من المستقبل فيما يتصل بالانتفاضة الثالثة إسرائيل أيضا تخشى من انتفاضات الشغوب هي لا تخشى من أي ضربة عسكرية لا تخشى من أي حراك سياسي ما تخشى عمليا وواقعيا هو الإرادة الشعبية عندما تتحرك فقط آخر سؤال سيد إسلام يعني مما صير المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الآن الآن يعني أنا في تقديري أن المفاوضات حتى الآن المفاوضات مستمرة منذ 20 أو 30 عام هناك مفاوضات مع إسرائيل ولكن هذه المفاوضات لم تؤدي إلى أي نتيجة ترضي الإسرائيلية من جهة وترضي الفلسطينية من جهة وبالذات الفلسطينيين الفلسطينيين هم الخاسرون عمليا من المفاوضات لذلك يعني لم تكن هناك صيغة أيضا مختلفة تماما وطريقة تفاوض وأسس مختلفة كليا للتفاوض إذا تم الأمر أو استمر الأمر على ما كان عليه بلاعظ أننا سنكون بصدد نتائج مختلفة الكاتب الصحفي إسلام أبو شكير كنت قد علقت على أبرز ما أوردته صحفة اليوم شكرا جزيلا لك شكرا لك مشاهدين فصل قصير نعود بعدها والاستكمال ما تبقى من صحافة اليوم فابقوا معنا اشتركوا في القناة 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 أهلا بكم من جديد وإلى الخليجة الإماراتية حيث نقرأ فيها مقالا عن الاستخبارات السياسية في وزارة الحرب الإسرائيلية التي تعيش في أفضل وقت أمني كون الحكومة الإسرائيلية هزمت الإرهاب وتخلصت من الأسلحة الكيموية السورية وأنهت القدرة العسكرية النظامية العربية منذ زمن بعيد بات معروفا لكل من راقب سلوك الحكومات الإسرائيلية أن غرضها الأساسي كان كسب الوقت لتنفيذ مخططاتها لبناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأرض بأقل التكاليف والحرج الدولي وهذا الغرض الإسرائيلي ومن قبله السلوك الإسرائيلي لم يعودا مجرد اتهامات يطلقها بعض الفلسطينيين بالغربال الأصبح حقيقة واضحة جلية يراها الكثير من الإسرائيليين الذين لم يعود في استطاعاتهم تغطية الشمس وسط تلك الألعاب الإسرائيلية وتحايلاتهم الواضحة على لعبة الوقت لكسبه قام الرئيس محمود عباس بجولة في بعض الدول الأوروبية لإقناعها بالضغط على حكومة نتنياهو لوقف الاستيطاني ودعم المفاوضات هكذا يمارسون لعبة الوقت في تل أبيب وهكذا يمارسونها في رام الله في تل أبيب يفهمون الوقت فرصة لتحقيق مآربهم ومخططاتهم الاستيطانية والتهويدية وفي رام الله يفهمونه فرصة للمراهنات وإرضاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فتتقدم برامج نتنياهو وتحصل السلطة في كل مرة على قبض الريح يخال المتابع لموقف الأسد وقابليته الصادقة لترشح مرة جديدة للرئاسة على ركام سوريا أنه يهوى العودة إلى اللعبة الأكثر استطابة لدى النظام منذ عصر والده وهي التدخل المباشر لتعيين الرئيس اللبناني عن هذا الموضوع كتبت روزان أبو منصف مقالا نشرته صحيفة النهار اللبنانية يتخذ الكلام عن النائب النفس مذاقا مختلفا حين يأتي على لسان بشار الأسد فهو يتهم لبنان بأنه لم يلتزم هذه السياسة وساهم في إشعال النار في سوريا وطبعا يتهم خصومه ويتجاهل التورط الإنقاذي لحزب الله الذي مكنه من الصمود حتى الآن المسألة ليست هنا حصرا بل في كون رأس النظام الذي حكم لبنان عقودا تناهز الثلاثة بوصاية قل ما شهد العالم مثيلا لها يتهم البلد الذي استباحه بالتورط في حربه على شعبه مما يشكل علامة دامغة على مضيه في سياسات ثارية متمادية طد لبنان بشتى الوسائل المتبقية له النقطة الثانية التي تستدعي التمعن هي أن الأسد يستعيد سليقة التورط والتدخل في دقائق التفاصيل اللبنانية التي غالبا ما كانت الأشد نفورا في وسائل الوصاية المباشرة على لبنان طوي ذلك العصر ولا يزال الحنين إليه يشد الأسد بدليل أنه لم يتمالك نفسه عن إقران إعلان نيته في الترشح بالالتفات إلى الاستحقاق الرئاسي اللبناني ولو مداورة أما الطرافة الكبرى في هذا المنقلب فتبرز في مفارقة قد تكون فعلا ذروة المفارقات فلنتخيل الأسد يخوض غمار الاستحقاق الرئاسي المزدوج عنه وعن لبنان سواء بسواء معنى ذلك بلا أي جدل أن الفراغ الرئاسي اللبناني هي الهدية الحقيقية التي أراد الأسد تمرير رسالتها المبكرة عسى أن تكون الرسالة قرئة صح مشاهدين قبل الختام رسوم الكاريكاتير ومخطط فوريشة الرسامين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية الصحافة اليوم شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء